إذن قديش كانت؟ خلينا نعمل النصاين هون. فبصير عندي هذا كانت زائد دلتا دابلو وان فري وينها؟ هاي دلتا دابلو وان فري مضبوط. وإشارتها طبعا بدا ننتبه. الإشارة وهاي المعادلة شو الإشارة دائما هون؟ الآن الدلتا ممكن نكون بحطها زي ما هي. الدلتا نيجاتيف يعني هنزل الويت ضاعف منه. فوزيتيف يعني هم بدك تقوي هذا الويت. إذن عندي هون كان الرقم هو 0.00381. 0.00381 وتساوي 0.50381. هاي القيمة الجديدة. هلأ بكمل. بحسب دابلو وان فور. تاخد دابلو وان فور زائد دلتا دابلو وان فور. وهيش تساوي دابلو وان فور كانت بوينت ناين. بدي أجمعها أعظم نفسه القيمة. مش ناك؟ دابلو وان فور وين ها؟ هاي دابلو وان فور. هون إشارة نيجاتيف. فلازم يصير عندي هون طرق. 0.0015 وتساوي طلع مع الرقم. ماش ناين؟ دابلو وان فور مصير. 0.8985. 0.8985. ونعمل الثيتا مثلا. خلي نعمل مثلا ثيتا ثري. فثيتا ثري راح تاخد الفاليو. ثيتا ثري زالك دابلو. ثيتا ثري وان ساوي. ثيتا ثري بوينت ايت. وعندي دلتا ثيتا ثري هيها. هي مينوس. 0.0038. اني بتزير معانا دلتا ثري الجديدة. 0.7962. هلأ هذا اللي عملته لسه مش وان ايفوك. هادا ايش? هادي وان اتريشن في الايبوك. انا كم اتريشن عندي في الايبوك? اربع. فلازم ااخد هاي. هادين باخد هاي. هلأ لاحظوا هون كملاحظة. اللي كانوا زيروز هدول. لاحظوا هدول كانوا بتنين زيروز مش هيك. في الحالة هاي لما باجي بغير هدول ويتس ولا هو حد ما بحي يتغير. مصبوط لانه فيش مساهمة كان لهم في ايرو. هلأ ممكن هدول يتغيروا. بس هدول ما رح يتغيروا لانه تبعهم هدول زيرو. ونفس الاشي بالحالة هاي مش رح يتغير غير. واقع. تبعات اكس تو هدول التنين رح يتغيروا. هدول مساهمة تبعتها زيرو. يعني هو كأنه هو ال اكس وان انا ما كان إلي دخل بالايرو اللي صار. ها? كنت انا زيرو اصلا. ما إلي مساهم بالايرو بصيرش تغيير عليه. لانه تذكر دائما الدلتا التغير كميش باعتمد على ثلاث اشياء. هو نفسه للكل. عن اللي داخله. وعن ايرو للنتج. هلأ مصبوط في ايرو النتج بس هو ما اينوش كان دخل فيه كان هو وزيره اصلا. هلأ حتى نكمل واحد بنعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة. وطبعا كل واحد باخد من هدولك دي اخد معه. التارجت او اللي موجود هون. هذا باخد معه. بدي عيد مترا خمسين ستين الف ايبوك حتى يوصل معي.